اهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الاهلي بجد ما تخافش على الاهلي طول ما فيه هذا الحرص الشديد من كل المسؤولين في النادي الاهلي على ان النادي يفضل في اعلى درجات الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والحرص على الدفاع عن حقوق النادي بكل الطرق القانونية عايز اقول لكم الناس كتيرة بتسأل عن تفاصيل في الدعاوة القضائية وما فيش حاجة النادي الاهلي سابع لكن فيه امور كتيرة منظورة امام القضاء او منظورة في تحقيقات النيابة فبالتالي محدش بينفع يتكلم فيه امر منظور قضائيا او قيد التحقيق نيابيا لكن اتطمنوا تماما كل ما يتعلق بحقوق النادي وصورة النادي وابناء النادي وكل شيء يخص النادي من الناحية القانونية الاهلي حريص على الدفاع عنها بالطرق القانونية ما حصلش ابدا قبل كده لاحظتوا ان مجلس الادارة ابتزل او تخلى عن وقاره او عن قيمه او عن تقاليد النادي او الخروج عن سلوك النادي المعتاد وحافظ دايما وابدا على شخصية الاهلي وقيمة الاهلي ده من حيث المبدأ فكل ما بيتعرض الاهلي لاي شيء يهدر حقوقه او ينال من حق مشروع له بيلجأ للطرق المشروعة وللخطاب المحترم وازهر للحقائق لان انا بكلمك على نادي ترتبط به مشاعر الملايين من الجماهير معرفش ليه الناس مش مستوقفهاش ابدا انه اليوتيوب لما يطلع في الفترة الاخيرة عن شهر سبعة نسب المتابعة والمشاهدة لقنوات اليوتيوب الخاصة بالاندية على مستوى العالم فيكون النادي الاهلي المصري رقم واحد قبل برشلونة الاسباني النادي الاهلي قناته الرسمية على اليوتيوب يتابعها 16.5 مليون متابع في مقابل 13.5 مليون تقريبا لبرشلونة فانت بصدد نادي عنده هذا التأثير في محيطه سواء في مجتمعه او خارجيا فبالتالي المسئولية المباشرة والدائمة على عاتق المسئولين فيه الحرص على الانضباط السلوك الاحترام وفي نفس الوقت عدم التفريط لا في الحقوق ولا في كل ما يخص النادي وفيه تفاصيل كتيرة ربما سيأتي الوقت لشرح الكثير منها